حول تصويت البرلمان في العراق على حكومة الشيعة السوداني والبرنامج الوزاري الذي قدمه وجدواه ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد السيدة ثائرة أكرم العقادي الكاتبة والباحثة العراقية أستاذة ثائرة بلاية مرحبا بك هذه التشكيلة والتوزيع التي خرج بها السوداني واتفقت عليها الكتل حاول السوداني فيها أن يرسل رسالة عبر الإعلام خلال الأيام الماضية أن تشكيلته الوزارية مستقلة اختارها من غير ضغوط إلى أي مدى وأنت تنظرين إلى هذه التشكيلة إلى أي مدى ترينها أنها فعلا مستقلة كيف تنظرين إليها نعم السلام عليكم وحياكم الله طبعا رئيس الوزراء السوداني ما هو إلا شخص موظف لدى أصحاب النفوذ الفاعلين واللاعبين الرئيسيين طبعا هو ليس من يختاره فقط يتبع ما يملوه عليه الأحزاب والكتل السياسية حكومة السوداني هي أول حكومة عراقية تشكلت بعد عام كامل على إدراء انتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر 2021 والتي أفضت المظاهرات وخلافات سياسية ترصراع بين الكتلة الصبرية والتي تصدرت نتائج الانتخابات ب73 مقعد وبين قوى الإطار التنسيقي التي تضم جميع القوى الشيعية الكبرى في البلاد الإطار التنسيق الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان لطالما كان ضاغطا على السوداني لقبول بوزراء شافدين أو غير مؤهلين طبعا في حال استطاع السوداني تمرير حكومة وفعلنا سيكون أول رئيس حكومة عراقي سبق له أن عمل في القطاع العام الحكومي قبل عام 2003 ثم تدرجت لعديد من المناصب أستاذة ثائرة هل يستطيع السوداني هل يستطيع والذي انتهج منهاج المحاصصة خيارا لتشكيل وزارته هل هو قادر فعلا على أن يكون وحكومته مستقلين عن الأحزاب التي أتت به بالأصل محمد الشياء السوداني هو بالأصل اختير على أساس المحاصصة طبعا مهمة السوداني اليوم انتقلت إلى مرحلة العمل بعد أن أنهى اجتباك الشيء الشيء الذي كاد أن يعطف بتسمية لاسمة بعد إقناعه الأطراف المشتركة جميعا بأن واجبه تجاه قبول التكليف يختلف عن مهامه وواجباته وزارة تشكيل والقيادة ورغم من كل هذا فإن حكومة السودان هي حكومة الإطار التي يضم معظم القوى السياسية الحليفة لإيران والتي ترأتها المالكي والذي كان رئيس الوزرار لمدة دورتين متثاليتين حيث أودى بالعراق إلى قعر الهاوية حكومة كانت الأولى في الإجرام والفساد وهو من سلم التلسية العراق لداعش وأودى بحياة ملايين من مدنيين من قتل وتشريد ونزوح طبعا سلطة الإجرام والفساد تعود مجددا بكل صلاة إلى المحاصصة والتوافق وتمكين القتل والفسادين من القرار بعد ثلاث سنوات من الدم والتقليات اليسر البرنامج الوزاري السادة ثائرة الذي طرحه السوداني تضمن خمس نقاط أولها مكافحة الفساد ودعم الفئات الفقيرة طبعا مكافحة الفساد ودعم الفئات الفقيرة دائما من سبقه كان يتحدث بها يعني الكاظمي عبد المهدي العبادي المالكي كلهم تحدثوا عن دعم الفئات الفقيرة ومكافحة الفساد ما الجديد المتوقع من السوداني الذي يتحدث أيضا عن هذه الفقرتين أو الخمس فقرات نعم نعم طبعا النظام الذي جاء من 2003 الذي جاءتها أمريكا دخلت العراق هو نظام حاصن صلصة وأيضا كذلك السياسة التي انتهتها إيران في هذا البلد أدت إلى انتشار الفساد والمحتوضية والرشوة وتغليب الأولاءات المذهبية والقبلية على الكفاءات وسوء الخدمات من عدمها رغم السروات الهائلة التي يتمتع بها العراق وفشل المسؤولين العراقيين المدعمون من إيران رغم مضي أكثر من 20 عام من تسلمهم الحكم في تقديم نموذج مقبول في الإدارة والسياسة لكن رغم ما تقدم أن طبعا الإطار التنسيقي يريد تشكيل حكومتهم من خلال السوداني وأن الحديث عن امتداءات هذه الأحباب والمشيات المسلحة عن المحاصص الطائفية ما هي إلا تخاريس وخذع لا تنطلع على الحراك الشعبي الواعي الذي يطالب بتشكيل حكومة وطنية لا تدار من الخارج حتى السلطة القضائية عندنا في العراق كانت واهنة لأنها جزء من واهن السلطات الثلاث في البلاد والسبب يعود الاعتماد لإظام المحاصص حتى السلطة القضائية تم اختيار مجلس القضاء فيها والمحكمة السحابية بواقع قاضي سني وآخر شيعي وثالث كربي أي أن المحاصصة بدلة الصوات العراقية من خلال السوداء فائرة نرى أن دائما ما تقع هذه العقبات وهذه المصائب ومن ثم تخرج الثورة السلمية من جريد تطالب بالحقوق برنامج السوداني تضمن تعديل قانون الانتخابات هل يعني ذلك أن حكومة السوداني مؤقتة تحضر الانتخابات مبكرة؟ لا أعتقد أن حكومة السوداني تعديل الانتخابات قادمة مبكرة وبالنسبة للقانون الانتخابات الذي صرح به فئيس الوزراء محمد الشيئ هو لا يختلف عن سارقه أن أزمة قانون الانتخابات معقدة جدا والخروج منها صعب للغاية لا سيما الكتل الكبيرة تملك نفول تمتلك قوة قوة المال والسلاح والنفوذ وجماعة المسلحة وقد بنت نفوذها على مدى 20 عاما ولا يمكن أن تفرط به استمرار الخلاف بشأن القانون وعرقلة إجراءات انتخابات مبكرة ذلك سيكون في صالح الكتل الكبيرة التي تعمل على إعادة ترتيب نفوذها من جديد أكيد هذا الشيء وما رح يتغير حتى لو تغير الفقرات من منظمة الانتخابات النقاط الموجودة ما رح يتغير أي شيء بالنسبة لأنه الوجوه نفسها والأحزاب والكتل فقط تبديل تدوير تدوير فقط لا غير نعم السوداني هو من جاء بموافقة ومالكي والحزن الإقام شكرا لك سادة ثائرة أكرم العقدي الكاتب والباحثة السياسية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد شكرا للمشاهدة